هزيمة مدوية مني بها حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحاكم في المغرب كشفت عنها نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت الأربعاء في البلاد العدالة والتنمية حصل على 12 مقعداً فقط من أصل 395 مقعداً بعدما كان ممثلاً ب125 مقعداً ليتراجع ترتيبه بذلك من المركز الأول إلى المركز الثامن وليفقد بذلك أي فرصة للمشاركة في الحكومة المقبلة الحزب الذي يمثل تيار الإسلام السياسي في المغرب والذي يقود الائتلافات الحكومية في البلاد منذ عشر سنوات خسر لحساب فوز عدد من الأحزاب ذات التوجه الليبرالي والمقربة من القصر الملكي يأتي على رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار بحصوله على 97 مقعداً يليه حزب الأصالة والمعاصرة ب82 مقعداً متبوعاً بحزب الاستقلال الذي حصد 78 مقعداً غير أن لخسارة العدالة والتنمية دلالات تتجاوز حدود المملكة المغربية وهو الرأي الذي ذهبت إليه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها إذ تؤكد أن نتائج الانتخابات المغربية كشفت عن تقلص المساحة المتوفرة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي المساحة التي كانت من إنجازات ثورات الربيع العربي قبل أن تنكسر تلك الثورات على صخرة الثورة المضادة وبالتالي كان طبيعياً أن تسقط هذه الإنجازات وبحسب محللين فإن الاضطرابات السياسية والأمنية التي جرت في مصر وليبيا ثم مؤخراً في تونس مثلت مؤشراً على ارتداد الأمور في الشرق الأوسط إلى مرحلة ما قبل الربيع العربي وربما أسوأ من ذلك وبالطبع فلا تتحمل الثورة المضادة وحدها إثم هذه الردة السياسية إذ أن دعاة التغيير في المغرب وفي المنطقة كثيراً ما فاشلوا في تحقيق ما رفعوه من شعارات عندما سقطوا في فخ التشرذم والصراعات السياسية